اشتركوا في القناة على مضمار النادي بمنطقة الرفة برعاية بنك البحرين الوطنية كما شهد السباق حضور عدد من أصحاب السمو وشخصيات البارزة إلى جانب ممثلي الجهات الرعية وجمهور غفير من عشاق رياضة سباق الخيل واتم تتويج الفائزين بكؤوز بنك البحرين الوطني حيث تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الأول من ممثل بنك البحرين الوطني فيما تسلم سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة كأس الشوط الثاني من السيد عثمان أحمد الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني كما تسلم سمو الشيخ محمد وسمو الشيخ حمد بن هاشم بن محمد الخليفة كأسي الشوطين الرابع والسابع من السيد عثمان أحمد وممثل بنك البحرين الوطني كما تسلم سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة كأس الشوط السادس من ممثل بنك البحرين الوطني كما قدم ممثل بنك البحرين الوطني كأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز سيد جواد مرزوق كما تم تقديم كأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم وكأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز عبدالله فوزيناس وشهد السباق منافسات مثيرة بين الجياد القوية المعروفة بمستوياتها وانتصاراتها والتي تقاسمت انتصاراتها بكؤوس السباق اشتركوا في القناة